تحليل المحتوى أكثر العنوانات المشتركة على قوقل إن صح التعبير هذا قوقل كما نقول أيمل وقوقل وهذه تحتاج منها إلى محاضرة مفصلة فقط حرك بحثك وابحث ستجد تكرارا لا حصر له ولا موجب له تكرار في المحتوى تكرار في العنوانات وهكذا وكلهم يسمون باحثين وقد يكون واحدهم اليوم أستاذا برافيسور لأن بعضهم يعشق يعشق أن يبخ في وجهه بعض الذين وهي أستاذ أستاذ فارسية وتعني معلم برافيسور لاتينية وتعني معلم ومعلم العربية التي هي خير وأهدا سبيلة معلم نحن كلنا معلمون العلم الذي يضع ويرفع فقواعد البيانات كما قلنا المفصلة المفصلة التي تقوم على درس يقوم على الاستقراء الكامل المحيط إحاطة نسبية ويعالج تلك المواد على هدي مما من نواة نواة هي روح العمل البحثي نواة تقوم على ماذا على استكناه ذات هذه الأمة وصفاتها أو على الذات السوية المعيارية ثم يأتي ذاك التفصيل ستجد أن أبناء الأمة فيهم الخير الكثير فكثير منهم الطاقات والموارد حدث الأحرج موجودة لكن تحتاج إلى النظام الذي يصبعها بصبغته وما أكثر الباحثين من أبنائنا الذين يقولون إنهم كانوا في أمريكا أو في أوروبا أو كذا وكذا يعملون بهمة وبنشاط في متابعة الأساليب البحثية في تلك الجامعات ولكنه لما عادوا استرخوا لماذا؟ النظام نظام البحثي اليوم لا يمكنك أن تضيف إلى الحاسوب جسيما أو جهازا دون أن يصبغه بصبغته حتى يحسن قراءته على الوجه ولا يمكن أن تدخل جسمك ما ليس منه فلابد من هذا النظام ينمو الفرد منا في كنف الجماعة لأنه إنما الفرد منا بمعزل على الجماعة استعلى عليها وتكبر لأنه يظن أنه إليه المنتهى في كل أمر لا ينمو في كنف الجماعة نظامه طالب الدراسات العليا أو الباحث وسنأتي على هذه الشرائح الجامعة المجتمع المجمع إذا وجد نظاما يقفه على الصراط المستقيم للبحث العلمي ستجد أنك ستستثيره وتستخرج أعزم عنده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة